بحلول عيد الفطر المبارك سائلتنا الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة وقد تحقق لليمنيين كل ما يصبون إليه من عزة ورقي وتقدم وانتصار مستمر لثورتهم وقيمها وأهدافها وأكد تحزاب المشترك في بلاغ صحفي صادر عنها على خصوصية هذه المناسبة التي تأتي واليمنيون على أعتاب مرحلة جديدة بعد نضالات طويلة توجد بانتصار ثورتهم الشعبية الشبابية السلمية ودع البلاغ كافة اليمنين إلى رص الصفوف وإعلاء لغة التسامح والمحبة والإخاء والاتجاه نحو العمل والبناء لترسيخ مداميك الدولة اليمنية الحديثة القائمة على النظام والقانون والحرية والعدالة كما دعت أحزاب المشترك بقايا النظام السابق والمشدودين للماضي لاستغلال هذه المناسبة الدينية العظيمة والتوقف عن محاولات التخريب والتدمير لمقدرات الشعب والمساس بأمن الوطن والمواطن واللحاق بركب اليمن الجديد ودولة البناء والتعمير والمواطنة المتساوية والمواطنة المتساوية اشتركوا في القناة